صحيح أن الذكاء الاصطناعي يعد من أهم التطورات التقنية في الألفية الثالثة إلا أنه يثير الكثير من المخاوف أيضا خصوصا تلك المتعلقة بانكماش فراص العمل وأيضا المشكلة الأكبر التزييف العميق وهذه المشكلة تطال حتى الرؤساء والمسؤولين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كانت إحدى ضحايا تقنية التزييف العميق قبل أن تتولى مهام رئاسة الوزراء عام 2022 إذ ثم تحميل مقاطع فيديو إباحية مزيفة لها على الإنترنت والآن تسعى ميلوني عبر دعوة قضائية للحصول على تعويض قدره 100 ألف يورو أي نحو 110 ألاف دولار وستدلي بشهادتها أمام محكمة في مدينة سساري بجزيرة سردينيا الإيطالية في الثاني من يوليو تموز المقبل فقد وجهت تهمة التشهير إلى رجلين إيطاليين الأول عمره 40 عاما والثاني هو والده وعمره 73 عاما وبموجب القانون الإيطالي يمكن أن تكون بعض قضايا التشهير جنائية وتقتضي عقوبة السجن مشاهدين بالعودة إلى تفاصيل القضية فقد قام المتهمان بوضع صورة لميلوني على فيديو إباحي وقام بنشره على موقع إباحي أمريكي ليحصل الفيديو على ملايين المشاهدات على مدار عدة أشهر تمكن المحققون من الوصول إلى الهاتف الذي استخدمه المتهمان لنشر الفيديو المزيف لميلوني ليتم إلقاء القبض عليهما وقال الفريق القانوني لميلوني إنه إذا تم قبول طلبها للحصول على تعويضات فسوف تتبرع بمبلغ المئة ألف يورو لصندوق لدعم النساء ضحايا عنف الرجال محامية ميلوني ماريا جوليا مورونجيو قالت إن المبلغ رمزي وأضافت إن المطالبة بالتعويض تهدف إلى إرسال رسالة إلى النساء ضحايا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة بألا يخفنا من توجيه اتهامات طبعا مشاهدين هناك الكثير من قضايا التزييف العميق لعلكم مثلا تتذكرون قصة انتشار صور إباحية مزيفة لمغنية البوب الأمريكية الشهيرة تيلر سويفت في يناير كانون الثاني الماضي حينها أعرب البيت الأبيض عن قلقه وأعلنت شركة مايكروسوفت التحقيق في الأمر لأنه تم استخدام تطبيقها أيضا في تزييف تلك الصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر